مرت الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم بسلام لتفتح في كواليس الاتلاف نافذة أمل جديدة بإيجاد حلول لما ترأ من خلافات فقد ألغى رئيس الاتلاف الذي تقاطع كتلته اجتماعات الهيئة العامة المستمرة منذ ثلاثة أيام ألغى نتائج وقرارات هذا الاجتماع بيان الرئيس هادي البحرة الذي وزعه في وقت متأخر الليلة الماضية اعتبر أن اجتماع الهيئة لم يكن قانونيا بسبب ما قال إنه عدم اكتمال النصاب وبالتالي فإن كل ما صدر عنه غير قانوني حسب بيان رئيس الاتلاف بيان ضرب على اثره البحر موعدا لمؤتمر صحفي هذا اليوم الأمر الذي لم يمهله عليه رئيس الحكومة المؤقتة المدعوم من كتلة الإخوان كيلو والذي فشل خمسة من وزرائه الأحد عشر في نيل ثقة الهيئة العامة للاتلاف أمس لكن الطعمة والأمين العام للإتلاف نصر الحريري الغوا بالمقابل مؤتمرهم الصحفي فيما بدى أنه نجاح مبدئي لجهود تبذل من أجل ردم الهوة بين الأطراف المختلفة داخل الإتلاف وعقب ذلك سرت أنباء عن توصل الكتل المتصارعة في المؤسسة إلى اتفاق يقضي بالتهدئة ووقف الحملات الإعلامية فيما بينها تمهيدا للتوصل إلى حلول شاملة حلول لا يبدو الوصول إليها سهل مع تعدد ملفات الخلاف فإلى جانب قانونية قرارات الاجتماع المذكور والطعون بنتائج التصويت لوزراء الحكومة المؤقتة لا تزال قضية تمثيل كتلة الأركان في الإتلاف وحضورها اجتماعات الهيئة العامة من أكبر قضايا الخلاف